30 ألف وثيقة دونت حقبة الغزو الأمريكي للعراق منذ عام 2003 جمعت في دراسة استمر إنجازها عدة سنوات بتوجيه من الرئيس السابق لهيئة الأركان الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو الدراسة تعتبر الغزو الأمريكي للعراق هو الأكثر كلفة منذ حرب فيتنام وتتناول جملة كبيرة من الأخطاء التي ارتكبتها السياسة الأمريكية وانعكست سلبا على واقع العراق الحالي من الناحية السياسية والأمنية والاجتماعية ملفات كثيرة كشفت عنها الحجاب دراسة البنتاجون المليئة بالشواهد على كارثة العراق في ظل الغزو من جملتها أن سياسة واشنط تركزت على إعاقة بناء المؤسسات الحكومية من جديد بينما صرفت الأموال الكثيرة على شكليات الدولة في محاولة لستر عورة الاحتلال قلة وعي قادة الجيش الأمريكي حول الديناميكيات الطائفية والاجتماعية والسياسية في العراق ساهم في الطراب الواقع الأمني وانتشار المجاميع المسلحة وتلك أسباب أدت إلى فشل واشنط في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالعراق بحسب ما جاء في الدراسة وأخطر ما جاء فيها أن سياسة واشنط ساعدت إيران على النفوذ العسكري بالعراق من خلال تهيئة الظروف لانتشار الميليشيات التابعة لطهران وتغلغلها في المؤسسات الأمنية والعسكرية وهذا كله ناتج عن الصمت الأمريكي تجاه عمليات التطهير الطائفي والعرقي الممنهج الذي مارسته حكومة نور المالكي في مؤسسات الدولة لا سيما السيادية منها فوضى أمنية وانقسامات طائفية وإقصاء للسنة سياسة ارتكبتها حكومات الغزو وعلى رأسها حكومة المالكي كما تبين وثائق البنتاجون التي خلصت إلى أن قصة الحرب التي بدأت عام 2003 وأخطاءها ما زالت مستمرة ترجمة نانسي قنقر